مؤتمر جديد للمانحين قالت الأمم المتحدة إنها تسعى من خلاله للحصول على مليارين واربعمائة مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا وانهيار ما تبقى من القطاع الصحي في البلاد في المؤتمر الذي نظمته الرياض عبر الاتصال المرئي قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إنه يشعر بخيبة أمل جراء عدم إيفاء الدول المانحة بتعاهداتها في مؤتمر المانحين السابق في جنيف حيث تم الإيفاء فقط بمبلغ أربعمائة مليون دولار من أصل مليارين وستمائة مليون دولار أي أقل من عشرين في المئة من التعاهدات إن معركة اليمنين الأساسية اليوم هي معركة البقاء رئيس الحكومة معين عبد الملك قال إن السعودية تعهدت بمبلغ خمسمائة مليون دولار فيما قدمت بريطانيا مئتي مليون دولار والنرويج خمسة وسبعين مليون يورو فيما قدمت ألمانيا سبعين مليون يورو واليابان واحداً وأربعين مليون دولار بالإضافة إلى تعاهدات دول أخرى ويبقى السؤال هل ستصل المساعدة لليمنيين المستهدفين من هذه المنح أم سيذهب جلها لسماسرة الفساد في الحكومة والمنظمات الدولية وميليشيا الحوثي فوجئنا بنهب الحوثين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز خمسة وثلاثين مليار ريال يمني وما زلنا ننتظر موقفاً حازماً حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة في كلمة قال عبد الملك إن الحكومة ستعمل من خلال هذا الدعم على دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات انتشار فيروس كورونا ضاعف المعاناة الإنسانية في اليمن وزاد عدد اليمنيين الذين أصبحوا بحاجة للقوت اليومي جراء الإجراءات الاحترازية من الوباء في الوقت الذي تصرح فيه المنظمات الأممية العاملة في مجال الإغاثة أنها على وشك إيقاف برامجها في اليمن سفراء ألمانيا وفرنسا في اليمن صرحا أن إيقاف معاناة اليمن مسؤولية السعودية بالإشارة إلى تدخلها العسكري في 2015 وتركها البلد مفتوحا للحرب والصراعات المناطقية والجهوية في الوقت الذي تحاول فيه السعودية من خلال هذه المؤتمرات تجميل صورتها أمام المجتمع الدولي باعتبارها أكبر الداعمين لليمن فيما الشعب اليمني يبرز وسط هذه الحسابات والمقايضات كطرف مكشوف كليا دون حكومة تعبر عنه أو شرعية تمثل مصالحه الفعلية